بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي نتكلم على فكرة الاندكس وازاي ان انا هبني اندكس فايل وازاي هربط الفايل ده والاندكس لها بالريكورد وازاي هعمل delete وازاي هعمل update وازاي هعمل insert دي كلها ايه operations هنشتغل عليها دلوقتي ويعلاقتها بالاندكس اول حاجة انا محتاج اعمل definition او ازاي اعرف يعني اندكس بمنتهى البساطة الاندكس هو عبارة عن تابل التابل ده فيه information معينة هشتغل بها عشان اوصل الريكورد ايه المعلومات اللي موجودة جواه هو عبارة عن list of keys مجموعة من المفاتيح المفروض كل مفتاح من دول مرتبط الريفرنس فيلد الريفرنس فيلد ده هو اللي هيشاور على الريكورد وقول لي هو موجود فين جوا الفايل يعني بمنتهى البساطة هافترض دلوقتي ان انا عندي ال data بتاعت الموظفين في منهم الرقم القومي اللي هو ال key بتاعي فانا هاعمل فايل كده على جانب فيه الرقم بتاعت الموظفين مترتبة تصاعدي او تنازلي بالرقم القومي وقصد كل رقم الريكورد بتاع الموظف ده فين في الفايل التاني فانا عشان اوصل للموظف هروح لل الاندكس فايل هدور على الرقم بتاع الموظف هاوصله وقصد الرقم ده هيقول الوكيشن بتاع الريكورد الفايل هروح اعمل ايه اجنب جوا الفايل التاني واعمل رتريف للريكورد مباشرة الاندكس فيه نقطة هنا مهمة بيقول ان هو بيرايحني من حكاية الترتيب بتاع او عادة الترتيب الفايل طب هل ده منطقي اه منطقي جدا ليه بقى انا دلوقتي ما يهمنيش انت انت عملت انسيرت للداتا جوا الفايل بانهي ترتيب لان الاندكس مترتب فالاندكس انت عندك مترتب هروح انا دلوقتي بالترتيب بتاع الاندكس ايا كان مكان الريكورد فيه مش هيفرق معي لانك انت مثلا الموظف رقم خمسة جوا الاندكس مكانه في اخر الفايل انا هروح اتجيب الموظف رقم خمسة وصلت الرقم خمسة وصلت اللوكيشن هيقول لي ده اللوكيشن بتاعه في الكيلو بايت رقم خمسة الاف وعشرين فمجرد ان انا هجم بدايركت هعمل سيك زي ما قلنا في المحاضرة القابلة اللي فاتت هعمل سيك لالريكورد ده فهجيب وانشوت هيبان بعد شوية انا انا ممكن اعمل اكتر من اندكس لنفس الفايل بس باكتر من كي او باكتر من فيلد اقدري اسيرش بيه في اجزامبل هنبدأ بيه دلوقتي هنكمل بيه طول المحاضرة دي واللي جاية هنبدأ اول حاجة الاكزامبل القدامي فيه مجموعة ريكورد زي محتاجة خزانها جوه الفايل كل ريكورد من دول فيه مجموعة الفيلد القدامي ال اي دي او الديفكشن نمبر والتايتل كومبوزر وارتست وليبل دي المفروض الفيلد زي الموجودة في كل ريكورد ايه طب الاستراتيجي اللي انت هتستخدمها عشان تعمل سابنج للريكورد دي جوه الفايل الاستراتيجي هنا اللي اختارها اول حاجة اختاره انها هشتغل ب variable length record يعني كل ريكورد اللينث بتاعه يبقى مختلف فعشان يفاعل الموضوع ده هيحتاج اكسترا فيلد قبل كل ريكورد يقول لي بالنسبة للفيلد بقى الجوه الريكورد الفيلد الجوه الريكورد هشتغل بالديلمتر فهتبقى برضو الريكورد او الفيلد الجوه الريكورد يبقى الريكورد كله على بعضه variable length الفيلد الجوه الريكورد variable length طبعا هتشتغل variable length ازاي اما هتحط size او byte قبل كل فيلد يقول لي size بتاعه كام او هشتغل بالديلمتر اللي اتنين هتدوني نفس الافكت بتاع variable length بعد كده المفوض ان انا من الفيلد اللي قدامي اللي انا في سلايد اللي قبل ده هختار منها primary key عشان ده اللي هو هقدر من خلاله هعمل identification الريكورد بشكل uniquely يعني هاد اوصل الريكورد بشكل uniquely ما ينفعش يبقى ريكورد ليهم نفس الvalue لنفس المين الفيلد ده هنبدأ بعد الوقتي تمام نبدأ نختار الkey field وهنبني الفيل كله بتاعنا بناء على الkey field ده والkey field ده هيبقى مرتبط بالreference field اللي فيه بيحدد الفيرس بايت اف ايه اف كوريسبوندينج داتا ريكورد يبقى الkey field او الاندكس وصدقه الريفرنس فيلد اللي فيه اللوكيشن بتاع الريكورد موجود فين جوه الفيل هنا برضه هاكد على نقطة تانية هاكد عليها المرة التانية هاكد ان انا الاندكس هنا هو اللي هيبقى مترتب وده مش معناه ان الفيل لازم يكون مترتب ال data جوه الفيل هتدخل بشكل sequential اللي ممكن بعد كده هيحصل للي update في ال order بتاعه هو ال index file مش data file يبقى كده يبن معي جملتين بدا معي two files نفس data index file و data i و data file هنا بقى فيه شوية ملاحظات معي هنقولها كده عن ال structure اللي احنا اخترناه من شوية او فكرة ال index و فكرة data file اول نقطة هنا بيقول the index is easier to use than the data file استخدام ال index اسهل من ان انا استخدم ال data file في search يعني ليه بقى؟ اول حاجة ان ال index بيبقى fixed length هنا معناه ان بجيب data one shot وكل المميزات اللي قدناها في المحاضرة اللي فاتت بالنسبة لل fixed length النقطة التانية ان اكيد الفايل بتاع ال index اقل بكتير في الحجم من ال data file فبالتالي loading وال search يبقى اسهل بكتير واسرع من ال data file هنا بيقول by requiring fixed length record in the index file we impose a limit on the size of the primary key field this could cause a problems نفس مشكلة fixed length بالنسبة لل index هي نفس مشكلة fixed length عامة لفكرة ان انا حاكم بحجم ال key بحجمه معين دي ممكن تعملي مشاكل قدامي نسبة المشاكل اللي ممكن تحصل في ال index اقل بكتير من المشاكل اللي ممكن تحصل بالنسبة لل data file لو انا استخدمت fixed length هنا في نقطة برضو تانية بيقولك ال index هنا ممكن ممكن احط فيه information اكتر شوية من مجرد ال key وال reference ممكن احط مثلا size of this record ممكن احط extra information بجانب مين بجانب ال main information اللي عندي اللي هي ال key وال reference بتاعي هنا هنبدأ نتكلم هندي شوية assumptions كده هنفترض ان ال index او size بتاع ال index فبالتاني ممكن اعمل لودنج لل index بالكامل جوه الميموري واعمل كل ال operations جوه الميموري طبعا ده عكس ال data ال data file لو مسحته كبيره صعب ان انا لود ال data file جوه الميموري فال index ينفى عمل لودنج جوه الميموري بالنسبة كبيره لان طبيعي السائز بتاعه يقلب كتير من ال data file دي مجموعة ال operations اللي ممكن تحصل معي مع ال index اول نقطة لما هاجي create data file فانا محتاجي create a empty index ل data file فكل مرة هتعمل فيها insertion جوه data file هتعمل updating جوه مين جوه ال index file load the index into memory before a using it قبل ما تستخدمه طبعا هتعمل loading ال index جوه الميموري في حالة ال reading وحالة مين ال writing rewrite the index file from the memory after using it بعد ما بتخلص خالص وتخلص كل المعلومات بتاعتك وتخلص كل ال operations اللي موجودة عندك هتعمل rewriting أو updating للفايل بتاع ال index اللي موجود عندك طبعا هتضيف فايل جديد أو record جديد فانت محتاجة update مين ال index وكذلك بالنسبة لل delete وبالنسبة المين لل update ناخد شفية المواطنة بالتفصيل ناخد شفية المواطنة بالتفصيل عشان تcreate أو تعمل أو تلود أو تري رايت بالنسبة لل index the index is represented as an array of records هو مجموعة من ال records زي وزي ال data file بالضبط هيحصله loading جوه الميموري ممكن يحصل بشكل sequential reading a large number of index records ده هيبقى أفضل بكتير انك تتلود ال index بالكامل في الميموري وتتتعمل معه ايه اللي هيحصل لو ال index حصله ايه changing but ايه it's rewriting doesn't take place or takes place incompletely يعني النقطة دي النقطة دي ايه اللي هيحصل لو ال index حصل فيه تغيير والتغيير اللي حصل فيه ده مالحقتش هكتبه جوه الفايل وأو مالحقتش هعمله saving دي بالنسبة له مشكلة لان كده معناها انه ممكن يبقى ال field او ال key ال reference بيقول مكان وهو فعليا في data file موجود في مكان تاني ايه بقى اللي هنعمله في الحالة دي محتاجين ميكانيزم الميكانيزم ده هو اللي هيحدد هل ال index file عندي updated وال outdated هل هو معمول له update فعلا على اخر وضع موجود في الفايل ولا هو محتاج ان يحصلوا من اوله جديد تمام؟ حصل ان انا اكتشفت ان الفايل بتاع ال index ففي الحالة دي هعمل ايه؟ هجيب بروسيدور تاني ان يعمل ال reconstructing ال index من اوله جديد يخش على data file ويعمل سكانين جريب الكامل ويعمل ال rebuilding ال index file من اوله جديد ده كلام جميل انا دلوقتي عندي مفروض three main operations عشان اتعامل مع اي data file هما three main operations addition و deletion و updating دول التلات حاجات اي دول ال operations الرئاسية بتحصل على اي مين على اي data file جينا دلوقتي هنعمل record addition هتضيف record جديد ايه اللي ممكن يحصل؟ با دفول تأكيد انت هتضيف ال data جوه ايه؟ جوه data file او record جوه data file ايه بقى لايحصل بالنسبة بقى ال index نقرى كده لما هتضيف record المفروض data file and index file should be ايه؟ updated لازم يحصل لهم updating updating هنا مش المقصود بها change مش المقصود بها سوريا انك انت هتعمل data موجودة عندك هتغيرها لا updating بمعنى adding هتضيف data جديدة جوه ال index file و data file في حالة ال data file هتضيف record عادي خلص بشكل sequential نيجي هنا بقى بالنسبة لمين اضفت انت ال data file او اضفت ال record جوه data file محتاج تعرف ايه ايه؟ ال byte offset هو مكانه فين جوه الفايل يبقى انت مجرد ما هتضيف جوه data file الاول هتجيب بعد ما هتضيف في data file هتجيب byte offset هو موجود فين بعد كده هتعمل ايه بقى هتروح ال index هتاخد هنا ال key اللي موجود هنا وهتضيفه جوه ال index هل هتضيفه sequential او هتضيفه في اخر ال index لا هتعمل sorting ال index وتحطه في المكان بتاعه واقصاده ال byte offset اللي انت اخدته منين من هنا ده يرجع للنقطة اللي انا قلتها في ال two slides اللي قبل هنا قلت ان وجود ال index هيخليني اهمل او ما يكبرنيش ان انا ارتب او اعيد ترتيب من ال data file انا هميني ان ال record موجود في data file في location x اللي هيحصل له sorting او هيتعد ترتيبه من اول جديد هو ال index file مجرد ما هعدي او هعمل resorting لل index file هجيب ال key واقصاده وحط ال byte offset اللي انا عملته او اضفته في ايه في ال data file نفس الفكرة بالنسبة لل deletion بس ال deletion هنا هيبقى مختلف شوية انت هتعمل deleting المين لل record من data file وبعد كده المفروض ان المكان بتاع ال record ده هيبقى فاضي تمام هنا بقى عندي حاجتين ممكن انا اعلم على المكان ده او افضل المكان الموجود جوه ال data file وهروح لل index file وهعمل resorting تاني بحيس ان المكان بتاع يبقى فاضي طب بالنسبة بقى لل data file هيبقى منتهى البساطة عندك انك انت تعمل ايه shifting وبعد ما هتعمل shifting هتوبديت تاني ال index file بالاماكن الجديدة بحيس ان اي حاجة هتضاف هتضاف اخر من الفايل دي من ضمن الطرق فكرة هتضيف فين الحاجة وفين ال best fitting دي هنشوفها في المحاضرة الجاية بس كconcept انا ممكن بالنسبة لل index file انا هشيل المكان وعمل sorting بالنسبة لل data file بعد ما هشيل record ممكن اعمل shifting تمام عشان خاطري ما يبقاش في اماكن فاضية واستغل الفايل المزبط بالنسبة لل updating انا هفكر في ال updating ان هي عملية مجدين deleting and inserting مش changing هعمل delete record وبعد كده هضيف record ثاني تمام فانا اسمت ال updating ل two operations هنقراها كده ونشوف المفروض انا عندي هنا record هيحصل له updating تمام المفروض هيدخل في اول حاجة هيدخل في two categories انت هت update ال key field ولا هت update اي field عادي جوا record هتفرق ازاي لو انت هتعدل ال key دي بقى هتبقى مشكلة وهنخش بقى في ال index ونعدله ونخش في الدقلمة دي لو انت هتعدل اي field تاني جوا record مفاش مشكلة هتروح direct لل field وتعدله مش هيحصل اي تعديل لا في ال key ولا في ال byte نقرا كده two cases اللي انت هتعدل فيها ال key field ايه اللي هيحصل بقى both ال index and data file may need to be reordered محتاجين هم تحصل لهم ترتيب ايه اللي اقوله جديد the update is easiest to deal with a هتعتبرها ان هي عبارة عن delete بعدها ايه insert هي two operations المفروض ان ال user مش هشوف النقطة دي هيشوف قدام انه هي updated بس في ال second case مش هيحصل اي حاجة ولا هيتغير في ال index مجرد ان هت update ال field اللي موجود جوا مين جوا ال data file نيجي هنا فيه ايه المشكلة اللي ممكن تحصل لو كان ال index size بتاعه very large في الحالة دي هتبقى فيه مشكلة كبيرة ان انا load ال index file جوا الميموري ايه المشكلة اللي ممكن تحصل لو انت عاس طبق ال binary search وده المفروض ال algorithm الموجودة في data structure اللي تقريبا ال ordering بتاعها او compress the login بتصرع search مشكلتها ان لو ال data مش كلها loaded جوا الميموري هتطر اروح ال hard disk وهتريف part by part ودي برضو هتبقى ايه اكتر من retrieving ودي ما تعتمد طبقى بالنسبة كبيرة على memory speed انت ازاي هتريفو ايه ال data باكتر من جزء فكهة ال index نفسه اعملوا ال arrangement ازاي او راتيبو ازاي برضو هتاخد مني وقت و هتاخد مني time consuming لانه هلود ال part بتاع ال index على الممرئ اكتر من مرة السلوشن طبعا بتاعها انا بستخدم ال hashed organization او بستخدم ال P3 اي data structures تانية اسرع في search و في ال building هننقش هنا دلوقتي الجزء الخاص ان انا ممكن هل ينفع ان نعمل اكتر من key لنفس الفايل يعني دي بقى هنشرح كده الاول جزء كconcept ايه الفكرة في multiple keys حتى لو انت بتمني database بيقولك بعض الاحيان هو انت في fields معينة محتاج تبني لها index ولا لا هتلاقي ال hint الموجودة في ال dbms بيقولك ان ال index في الحالة دي هتعمل ايه هتسرع موضوع search يعني for example ايه لو انتو فاكرين في ال database فيه command بتاع select انت ممكن تسورت ال data باكتر من key او اكتر من field يعني لو انا عايزي سورت مثلا ال data بال id وبعد كده كما بال اسم لو انت رتبت ال data بال id الاسم هتلخبط ولو رتبت ال data بالاسم ال id هتلخبط فايه اللي بيحصل اللي بيحصل يبعمل ب sorting one field بس انت هنا هتبني two index files ازاي بقى الفايل الاول انا مترتب بال id وقصد كل id ال reference field بتاعه لو انا عملت فايل تاني بس مترتب ال key بتاعه اللي هو الاسم ومترتب بالاسم وقصد كل field ال byte offset بتاعه او ال reference field بتاعه لو انت بعد كده بتعمل search بالاسم هيروح ال index بتاع ال name لو انت بتعمل search بال id هيروح ال index بتاع ال id وهكذا فطبعا بناء على الكويري اللي جاية او الكراتيريا اللي انت عايز سيرش بيها هتا يختار ال index المناسب ويرتريف ال data بناء عليه في ال part ده هيبدأ يتكلم انا عندي هنا اتنين field او اتنين keys تمام هتعمل بيهم ايه او هترتبهم ازاي ده هنشوف بعد شوية في حالة ال addition برضو هيبقى فيه نقطتين انت هتعمل adding المفروض ان انا عندي فيه اتنين index file في primary index file و secondary index file لما هتضيف ال data او record في data file هتضيفه الاول في data file هتجيب ال byte offset بتاعه وبعد كده هيupdate في two records او two index files ال primary file المفروض ما يبقاش فيه اي duplication لكن ال secondary index وارد ان يبقى فيه duplication ال deletion برضو هنا نفس الكلام هتعمل deleting ال record فهيروح برضو ال data هيحزف المكان بتاعه وهيعمل shifting ويعمل بعد كده ال updating برضو عندنا two cases هتوبديت هل انت هتوبديت data ملاش علاقة بال في الحالة دي هتوبديت ودينا زي الفل وما فيهش اي مشاكل هتوبديت يبقى هتوبديت ال index file بتاع ال primary هتوبديت secondary يبقى ايه هتروح توبديت ال index secondary ده كان اللي بيتكلم على ال indices و وتفاصيلها و ايه secondary وازاي ال record ال index عن طريق ال key و عن طريق ال reference field باذن الله المحاضرة الجاية هنبدأ نخش ديبلي شوية في ايه في تفاصيل ال index و فكرة الاماكن الفاضية وازاي يختار احسن مكان لل data باذن الله المحاضرة الجاية تبقى برضو ممتعة جدا ان شاء الله وهنشوف تفاصيل كتير هتفتح لنا افكار كتيرة جدا 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 شكرا وبالتوفيق ان شاء الله